أهلا من جديد بالأمس كنا تكلمنا عن القصة المتعلقة بهاشتاغ أنقذوا الطفلة وعد والانطلق من المنصات اليمني وحمل مناشدات ومطالبات لإيقاف زواج الطفلة وعد الأنسي اللي قيل إنه عمرها 11 سنة مع أنه فيه نص طلعت بعدين وقالت عمرها 14 أو 15 سنة بس يعني على العموم وفي كل الأحوال ما زالت قاصر وبسبب ظروف عائلتها الصعبة قرروا يزوجوها الشاب عشريني لكن أول معرفة السوشل ميديا بقصتها انطلق الهاشتاغ وكمية التفاعل معه دفعت قوات الأمن في تعز لإيقاف الزواج وحبس والدها بحسب ما تم تداوله التطور في الخبر الآن هو تعميم أصدرته وزارة الداخلية في تعز وبتمنع فيه زواج القاصرات وبتحذر بمعاقبة المخالفين من باب أنه ظاهرة سيئة التعميم للعرضين وأمامكم أعاد زواج القاصرات للواجهة وعاد الحديث عن الموضوع وكيف أن الجريمة لسا مستمرة رغم أن زواج القاصرات قضية قديمة جديدة واليمنيين حتى متعجبين كيف أنه وصلنا لهذا العصر والناس لسا تتكلم عن هذا الموضوع وبتحذر منه شفاهيا وبالتعميمات والبيانات بدون أي إجراءات أو قرارات ملموسة وللآن ما طلع أي نص قانوني رادع ومانع له أو أقلها يحدد سن للزواج في البلد على الممتن ضم إلينا من عدن عبر الهاتف عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية القاضية اليمنية إشراق المقتري أهلا فيك معنا أستاذة إشراق يعني التعميم الجديد إيش أهميته أم هو مجرد خطوة رمزية أولا هو الجراء الصحيح والحقيقي المنتظر هو أن يكون هناك قانون ينحدد سن تزويج الذكور والإناث وهذا للأسف رائد حتى هذه اللحظة في القانون الوطني وبالتالي بقية الحلول ربما تعتبر حلول مؤقتة التجاوب الذي حاجة من إدارة أمن تعز وبعد ذلك نفق عنه عمل تعميم لعقال الحارات بعملية متابعة مثل هذه الحالات باعتقده هو إجراء وقائلات محدود خاصة مديرية معينة نحن بحاجة بأن يكون مثل هذه التعليمات أو الإجراءات نعتبرها التدابير الإجرائية حتى المؤقتة التعمم الظاهرة للأسف هي موجودة في اليمن من قبل الحرب لكن في الحرب ازادت ربما شدتها واتساعها أسبابها ربما اختلفت بشكل كبير كانت الأسباب ربما شكل كبير عائدة لبعض المناطق إلى العادات والثقائب لكن هذه الحالة كمثال التي حدثت في تعز ومثلها أيضا تحدث في مديرية كثيرة سببها الرئيسي هي الوضع الاقتصادي هذه الأسرة نازحة في داخل المدينة المكان لآخر أسرة وضعها المقول الاقتصادي صعب لهذا ربما يروفوك نوع من التبرر لأنهم لا يستطيعون عملية التمرار تعليم الفتاة أو حتى أحيانا توفير كل متطلبات الحياة الغذائية والدوائية والحلالة أنا فهم وجهة نظرك أن الأسر أيضا تحت ضغوطات وكثير أشياء أن أفهم وجهة النظر هذه أن الحياة صعبة على الجميع لكن بغض النظر عن هذا كله تزويج فتاة في هذا السن هو جريمة وما هي أول مرة تصير وصارت قبل كده وبالراحة ستصير كمان ومهبس فيه حتى في اليمن في أماكن أخرى ما نستطيع أن نسوي تجاه هذا الموضوع أنا أعتقد كما ذكرت في نسبة هذا الموضوع المفتاق عدد من المعالجات والفرول بد أن مثل هذا الإجراء الذي يتم أن يتم بالفعل تعمينات تدخل من قبل قلم الكتاب المشرف على المأذومين الشرعيين بعمل توقيه بمنع تزويج أي فتاة ليس لديها بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد تؤكد بأن سنها القانوني يتجاوز 17 سنة و16 سنة الجانب الآخر باعتقد أننا نستهيئين أيضا إلى شهون عملية التوعية في الإعلان في موضوع السواف والاجتماعي حتى في التوعية التي تشمل عبر الأحياء السكنية أو في المخيمات أيضا لأنه عدد كبير من المخيمات الناجية تقوم بعملية التزويج هذه ربما حلول نقول تبغط على أولياء الأمور وتحد أيضا من قيام مأذومين الشرعيين بعقد الزيكات وعقود الزواج لكثلات صغيرة هناك طبعا حلول ربما تكون مختلفة ومحتاجة إلى وقت أطول مثل سن القانوني عندما نحقد سن النصف القانوني عندما نحقد مجلس النواب وأيضا وضوع وضع حلول اقتصادية أيضا متعدة وتخفيف من حالات الوابع الاقتصادية لبعض الإسر إضافة للعمل على تغيير المفاهيم المتعلقة ببعض العادات والتقالية السلوية المتواجدة لدى بعض المناطق النائية والريفية والجهدية البعيدة ربما عن الشق الإعلاني والفقاب لأسف المهم طيب يعني احنا على الأقل سعداء في هذه الحالة أنه تم إيقاف هذا الزواج وفي كثير حالات فردية طبعا كان فيها تدخل وتم إيقاف هذا النوع من الزواجات وأنا عارف أنك حضرتك ناشطة في هذا المجال فكل الشكر لكي والشكر على هذه المداخلة كانت معنا عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمني القاضية اليمنية إشراق المقتر شكرا لك